قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوردة لإخواني في القناة الخليجية وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها هل خال الأب وخال الأم من المحارم المرأة نعم خال الأب محرم للمرأة وكذا خال أمها محرم لها والله أعلم يسأل السائل عن امرأة طلقت وبدأت تعتد طلقة واحدة رجعية فمات زوجها في العدة هل ترث من هذا الزوج أو لا ترث أقول بالله تعالى التوفيق بل ترث منه وكذا إن ماتت هي يرث منها لأنها ما زالت في العدة وما دامت في العدة فهي لم تزل زوجة والله تعالى أعلى وأعلم هذا ويسأل سائل عن حكم ما أسمعه الدباديب في البيت للأطفال أقول وبالله التوفيق الدباديب في البيت للأطفال لا بأس بها لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تلعب بأعرائس من العين أي من الصوف في البيت ولم ينكر ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل صويحبات عائشة رضي الله عنها كي يلعبن معها والله أعلم يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان يسأل عن المراد بالأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأقول بالله تعالى التوفيق إن الأمانة هنا هي التكاليف الشرعية فعرض الله على السماوات والأرض والجبال أن يكلفهن بتكاليف شرعية فإن امتثلنا أثابهن وإن لم يمتثلنا أوقبنا فآثرنا السلامة ولما خيرهن الله عز وجل اخترنا أن لا يحملنا الأمانة كما نقول في المثل الدارج يا فلان هل ترى أن أكلفك بعمل إن قمت به لك عشرة ألاف جنيه وإن لم تقم به تحبس فقال لا أريد العشرة ولا أريد أن أحبس ولا أريد أن أكلف من الأصل فهذا هو كما يقولون في المثل الدارج عند العامة يا نحلة لا تلسعيني ولا أريد منك العسل هذا كتقريب للمفهوم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم يقول السائل ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالشفعة أو الجار أولى بالسقب يسأل عن معنى الجار في الحديث فأقول بالله تعالى التوفيق إن الجار هو الشريك على المشاع لكن إن صرفت الطرق فلا شفعت حينئذ فمثلا إذا كنت أنا وأنت شريكان في بيت لي النصف ولك النصف لكن لم يميز نصفي من نصفك فأردت أن أبيع فأنت أولى بالشراء إذا أردت أنت أن تبيع فأنا أولى بالشراء فهذه الجيرة التي تجلب الشفعة لكن إذا أقيم جدار يفصل حقي عن حقك فلا شفعة حينئذ لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفها والله أعلم يسأل سائل عن أو سائلة تسأل تقول لي طفل رضيع فيرتضع وبعد أن يرتضع أنيمه على بطنه وأضرب على ظهره ضربا خفيفا فرأتني أخت من الأخوات فقالت النوم على البطن حرام وقالت إن هناك عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث فيه أن نهي عن ذلك وأن النوم على البطن نوم أهل النار فهل ثبت الحديث أقول الحديث ضعيف فيه راون اسمه يعيش ابن طهفة الحديث لا يثبت ولا يصح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم مرأة 64 سنة إذا 13 تطلع عمره ينفع في العدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بعد فهذه مسألة من مسائل الخلاف بين العلماء وأختار منها رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجابر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم يرون أن لها أن تخرج يرون أن لها أن تخرج وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وعن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات أما الحديث الذي فيه امكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل فأراه ضعيفا لا يثبت والله أعلم سائل يسأل هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهي عن الأخذ بالشمال نعم ثبت هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا أخذن أحدكم بشماله لا أخذن أحدكم بشماله فإن الشيطان يأخذ بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام والله أعلم أيضا سائل يسأل عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النأي عن خلط التمر في الزبيب هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلط التمر في الزبيب كمشروب يصنع فأقول قد كان هناك نأي عن ذلك وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل نسخ أم لا فالأكثرون يرون أنه نسخ نسخ فقد كانت العلة الخوف من الإسكار فقالوا إنه نسخ كما نسخ الانتباز في بعض القدور التي كان الانتباز فيها يسرع للإسكار قال النبي عليه الصلاة والسلام انتبذوا ولا تشربوا مسكرا والله أعلم يسأل سائل عن مسح الأذن في الوضوء هل هو واجب أم ليس بواجب فأقول بالله تعالى التوفيق مسح الأذن في الوضوء ليس بواجب على الصحية نعم هناك حديث الأذنان من الرأس لكنه حديث مختلف في صحته وكل طرقه ضائفة ولا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى فرض ثبوته حتى إن سلمنا به فالرأس يجزئ مسح بعضها ومن ثم فلا يجب مسح الأذنين إنما إن شئت أن تمسح مساحة وإن شئت أن تترك تركت والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام عليكم فكيف يطلب عباد رحمن وهم أهل التوابع أن يرتقوا إمامة أهل المتقين وجزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على صلى بعد فالأخو يسأل عن قوله تعالى قول عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما أي جعلنا أئمة لأهل الفضل أي جعلنا سابقين إلى الخيرات مسارعين في الخيرات عاملين في أداعين عاملين بأداعين إليها السلام عليكم وعليكم السلام وعحمة الله يا براتي نعم لي فتوى بعد إذن كشيف فضلي لو زوجة حتتفل لزوجها في مكان عمله وطبعا الظروف المدية والأجازات لتسمح أن هو ينزل يأخذها كمحر ويرجع بيها تين فهل هذا من الضرورات الجائزة ولا لا يجو يعني هو كم مدة غيابه عنها هو هيبقى سفر مقيم في هذه البلد نعم هيكون مقيم في هذه البلد يعني في السعودية مثلا آه بلد عربية مختلفة عن بلده هذه الحال حالي اضطرار لأن المرأة هنا مصابة بالعنة والمشقة لغياب الزوج عنها والزوج هناك أيضا به عنة ومشقة لغياب زوجته عنه وكذلك المرأة هنا تتعرض لقرناء السوء الذين يحاولون افسادها فوجود هنا مفسدة بدون زوج وجود الزوج هناك مفسدة بدون زوجة الصفر بدون محر مفسدة لكن أقل أما فسادا أن تسافر في الطائرة ويستقبلها زوجها في المطار فهذه مع رفقة الأمنة أقل فسادا من بقائها زمنا معرضة للشباب الضائع وهكذا هو هناك معرض للفتيات الغاويات فلا بأس أن تسافر حينئذ لهذه الضرورة وهذا أقل المفسدتين والله أعلم السلام عليكم يسأل سائل عن كونه ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء هل يصح وضوءه أم لا أقول وبالله تعالى التوفيق نعم يصح وضوءه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عربي عن صفة الوضوء قال توضأ كما أمرك الله والله قال في كتابه يا أيها الذين أمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولم تذكر المضمضة والاستنشاق فالمضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء ليست بواجبتين والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته تفضل لا سمحت حضرة الشيخ اللي هي سؤال تفضل ما حكم رفع الأيدي أثناء جلسة الاضطرافة وأثناء الخطيب ما بيخطب وما بيخطب